موسيقى نشرة أخبار منتصف الليل من الوطنية الأولى نبدأها بالعنوين في اليوم الوطني للعلم رئيس الجمهورية يعلن الخامس عشر من سبتمبر القادم تاريخ انطلاق الاستشارة الوطنية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم موسيقى تونس وليبيا تؤكدان خلوة المنطقة الحدودية من أي مهاجر غير نظمي بعد تكفلهم بإيواء مهاجرين عالقين منذ فترة موسيقى وقمة مجموعة إكواس في أبوجة تؤكد تمسكها بالحل السلمي لأزمة نيجر مع الاحتفاظ بكافة الخيارات بما فيها التدخل العسكري موسيقى تحية طيبة لكم جميعا أهلا بكم مثل سير العمل الحكومي وغلاء الأسعار وندرة مواد استهلاكية أساسية أبرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس الحكومة أحمد الحشاني وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ أنه وقع التطرق بصفة خاصة إلى الغلاء الفاحش لأسعار عديد المواد الأساسية وندرة بعضها أو سحبها تماما من الأسواق فضلا عن التعطيل المتعمد لأبسط مصالح المواطنين كرفض استخراج مضامين ولادة بحجة نفاذ المطبوعات أو رفض إبرام عقود قران في عديد البلديات وأكد رئيس الدولة ضرورة تحميل كل مسؤول مسؤولياته وتفكيك شبكات التي تتخفى وراء السطار وتسعى لتأجيج الأوضاع الاجتماعية مشددا على أن للدولة الوسائل القانونية لملاحقة أي جهة تحاول المسى بحقوق المواطنين كما شدد رئيس الجمهورية لدى لقائه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على أن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعي كالصحة والتعليم وغيرها من القطاعة كما دعا وزير الشؤون الاجتماعية أو دعا وزير الشؤون الاجتماعية إلى تحميل المسؤولين الجهوين لمسؤولياتهم لأنهم لم يعينوا في الوظائف إلا لخدمة الشعب التونسي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية وأن من زاغ عن هذه الطريق فليس له مكان في الإدارة فإما أن يخدم كل مسؤول المواطن والوطن وإما أن يترك المكان لغيره ممن يشعر بالمسؤولية ويعلم تبعاتها وفق البلاغة خلال موكب الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج أعلن رئيس جمهورية قيس سعيد أن الاستشارة الوطنية المتعلقة بالمجلس الأعلى لتربية وتعليم ستنطلق في الخامس عشر من سبتمبر المقبل كما أكد في كلمته بالمناسبة أنه لا مجال لتواصل حجب الأعداد مستقبلا وأنه لا مجال بأن يتحول التلميذ إلى رهأن أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال موكب الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج أن الاستشارة الوطنية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إنشاؤه بمقتضى دستوري جويلة 22.000 وتم الإعلان عنها منذ فترة ستنطلق في الخامس عشر من سبتمبر القادم ليتم على إثرها وضع قانون يتعلق بهذه المؤسسة الدستورية الجديدة أن التعليم حق للجميع كالماء والهواء ولكن لا يكفي التنصيص على هذا الحق في النصوص القانونية وفي البيانات بل يجب توفير الشروط المادية التي تكفل للجميع هذا الحق في حيز الواقع والفعل لهذه الأسباب كلها تم إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص دستوري الخامس والعشرين من شعر جويلية من سنة 22.000 وستنطلق الاستشارة الوطنية بإذن الله تعالى يوم الخامس عشر من شعر السبتمبر القادم ليتم إثرها وضع قانون يتعلق بهذه المؤسسة الدستورية الجديدة كما مثلت أزمة حجب الأعداد وما رفقها من شد وجاذب بين وزارة التربية ونقابتي التعليم الأساسي والثانوي واحدة من بين أهم النقاط التي أكد عليها رئيس الجمهورية بالقول إنه لا يمكن القبول مستقبلاً بما حصل في السنوات الماضية من حجب للأعداد ولا بأن يتحول التلاميذ إلى رهائنا أيها المعلمون والأساتذة أشرف من يبني أنفساً وعقولاً والتلاميذ والطلبة أمانة بين أيديكم ولا يمكن القبول في المستقبل بما حصل في السنوات الماضية من حجب للأعداد لا يمكن القبول بأن يتحول من أنتم مؤتمنون عليهم إلى رهاء هذا فضلاً عن أن ورقة الامتحان وحتى يكون الأمر واضحاً من الناحية القانونية ورقة الامتحان هي ملك للمؤسسة التعليمية أنا مطالبكم مشروعة لا ريب في ذلك لكن الانخراط في معركة تحرير الوطن هو الواجب المقدس المحمول علينا جميعاً اعتزاز بالثروة البشرية وبالكفاءات التونسية في عديد الاختصاصات لا يحجب وفق رئيس الدولة عديد المشاكل والصعوبات التي يواجهها قطاع التربية والتعليم من مشاكل في البنية التحتية وفي مناهج التعليم والانقطاع المبكر عن الدراسة وغيرها مشاكل خلقت حين تسللت السياسة للتعليم على حد قوله وهي تشرع لحرب تحرير وطني نخوذها اليوم بلا هواد وبعزيمة الجندي على جبهة القتال والتعبيرة لرئيس الجمهورية من أجل تونس التي نريد وقد كرم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال هذا الموكب عدداً من المتفوقين في التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد كما كرم المتفوقين في المناظرات والشهائد والامتحانات الوطنية اعترافاً بالمجهودات التي بذلوها في دراستهم وخص رئيس الجمهورية قيس سعيد التلميذين اثنين بتكريم خاص بمناسبة أحياء يوم العلم بقصر قرتاج اعترافاً بجهودهما في التحدي والتفوق وقد كرم سعيد التلميذ ماهر الجزيري الذي اجتاز بتفوق امتحان البكالوريا اختصاص رياضيات بمعدل ثمانية عشر فاصل اثنين وعشرين وكان هذا التلميذ قد تحول إلى ظريح والدته بعد حصوله على نتيجة البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة في إشارة منه إلى أنه كان في مستوى تطلعات والدته من جهة أخرى كرم رئيس الدولة التلميذة آية الحاجي أصيلت معتمدية حاسي لفريد بالولاية القصرين والتي ارتقت إلى سنة ثانية علوم بمعدل ثمانية عشر فاصل تسعة وثمانين رغم المحنة المرضية التي ألمت بها قبل الامتحانات وكان رئيس الجمهورية قد أذن بنقل هذه التلميذة إلى المستشفى العسكري للعلاج في أفريل الماضي لتحديد مرضها وتلقي العلاج اللازم وقد أكد وزير تربية محمد علي البغديري بالمناسبة أن نتائج الامتحانات الوطنية وإن كانت مقبولة في مجملها فإنها كشفت عديد نقائص خاصة منها تفوت الجهوي وضعف التحصيل المعرفي في بعض المجالات وتوضع مردودية بعض الشعب عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الخميس بالمستشفى العسكري بتونس التلميذ الذي تعرض لانفجار لغم بجبل المغيلة بينما كان يجمع نبات الإكليل لتوفير مسلزمات العودة المدرسية ما تسبب في فقدان إحدى عينيه وكف يده اليمنى ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تحدث رئيس الجمهورية مطولا مع تلميذ الذي طلته يد الإرهاب الغادرة مشددا على أنه يستحق التكريم في يوم العلم لأنه يناظل من أجل العيش الكريمة وأكد سعيد على أنه يجب على الدولة بكافة أجهزتها أن ترفع الغبنة والظلمة عن الفقراء والبؤساء حتى يعيش الموطن آمنا في دولة محفوظة الكرامة والسيادة في موضوع آخر أكد تونس وليبيا خلوة المنطقة الحدودية من مهاجرين غير نظاميين كانوا عالقين تبعا لاتفاق مشارك يشمل مسألة إيوائهم وتكفل تونس منذ أمس الأول بإيواء 126 مهاجرا غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب صحراء تم نقلهم إلى مراكز إيواء في مدنين وتطاوين أكدت تونس وليبيا خلوة المنطقة الحدودية من مهاجرين غير نظاميين كانوا عالقين وذلك تبعا لاتفاق مشارك أمس يشمل مسألة إيوائهم وقالت وزارة الداخلية أن تونس تكفلت منذ الأمس بإيواء 126 مهاجرا غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأفدت بأنه جرى نقل هؤلاء المهاجرين إلى مراكز بولادين مدنين وتطاوين وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي والمنظمة الدولية للهجرة مؤكدة أن من بينهم 45 امرأة وثمانية أطفال كما أعلنت وزارة الداخلية الليبية وتابعا للاتفاق ذاتي في بلاغ النجرة اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عاد موجود أي مهاجر غير نظامي في المنطقة الحدودية مؤكدة أن دوريات الأجهزة المكلفة بيتامين الشريط الحدودي من كلا البلدين تقوم بمهمها بمتابعة وتنسيق المشترك وكان وزيراء الداخلية التونسي كما الفقي والليبي عماد مصطفى ترابلسي اتفق في جلسة عمل إنعقدت أمس بتونس العاصمة على مسألة التكفل المشترك بإيواء هؤلاء العالقين وعلى دعوة المنظمات الدولية إلى معضدة مجهودات الدولة والهلال الأحمر التونسي في تقديم الدعم الإنساني وعدم التردد في القيام بواجبها تجاه هذه الفئة والإحاطة بها ويواصل الهلال الأحمر التونسي عبر مكتبه الجاوي بولاية مندين والمحلي ببنجردان تدخلاته لفائدة المهاجرين على مستوى مع براسجير وذلك من خلال توفير الإعاشة والإحاطة الصحية لمستحقها عبر خيمة تم تركيزها للغرض وفق رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بمدنين مونيركسيكسي الذي أضاف أنه تم وضع كل الإمكانيات البشرية واللوجستية على عين المكان للتدخل عند الحاجة أو لنقل الحالات الاستعجلية إلى المستشفيات الجهوية إما بمدنين أو ببنجردان وخاصة منها حالات الولادة أو الحالات التي تتطلب إقامة بالمستشفى وإيوائها بعد ذلك في فضاءات مناسبة خارج المنطقة الحدودية تتوفر على كل المرافق رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بمدنين شدد على تضافر جهود متطوع الهلال الأحمر والوحدات الأمنية والعسكرية من أجل الإحاطة بالمهاجرين وتقديم ما يستحقونه من غذاء ورعاية صحية في إطار ما قال إنه حماية للذات البشرية وتكريس للبعد الإنساني الذي تحرس بلادنا على تجسيده فعلا وممارسة نعت وزارة الشؤون الثقافية الكاتبة والصحفية جليلة حفصية التي وفاها الأجل الأمس الخميس وتعد الفقيدة من المثقفات التونسية التي أثرين الحياة الثقافية تطيلة حوالي ثلاثة عقود من الزمن حيث تولت إدارة ناديين ثقافيين بتونس هما نادي طهر الحداد بالمدينة العتيقة بتونس ونادي سوفونيسب بقرتاج وكانت الرحل جليلة حفصية تنتمي لجيل من المثقفات التي كتبنا في الصحفة التونسية من بينها جريدة لابراس كما أنها أول أديبة تونسية نشرت قصة باللغة الفرنسية بعنوان رماد في الفجر منذ سنة 75 وتسعمائة وألف دوليا أصدر المجتمعون في القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس في أبو جا بيانا ختميا حددوا فيه موقفهم من الأحداث التي شهدتها نيجر والسبل الكفيلة بحل الأزمة في هذا البلد حملت القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس قادة الإنقلاب في النيجر مسؤولية سلامة الرئيس محمد بازوم والذي وصف بالمحتجز وأكد القادة تمسكهم بالخيار السلمي لحل الأزمة في النيجر مع احتفاظهم بكافة الخيارات بما فيها خيار التدخل العسكرية كما دعت القمة الاتحاد الأفريقي لدعم القرارات التي تخذتها المجموعة وهي بالأساس عقوبات اقتصادية فضلا عن تجديد إدانة المجموعة للانقلاب ذلك أبرز ما ورد في البيان الختمي لقمة إيكواس بخصوص أحداث النجر بيان يرى المتابعون للشأنين السياسي والعسكري في المنطقة أنه لم يخرج عن الوصفة القديمة لإيكواس فهذا تكتل الذي بدأ بمهمة اقتصادية خلال سبعينات القرن الماضي واطلع لاحقا بمهام حل النزاعات في عدد من الدول إفريقية لم يسبق له أن تدخل عسكريا لتسوية الصراعات في عدد من بلدان القارة على غيرار مالي وغينيا وسيراليون ويعود هذا التمشي حسب الملاحدين إلى عدم توفر هذا تكتل لا على الإمكانات العسكرية ولا المالية لفضل نزاعات القارة الإفريقية بالقوة العسكرية منح السلم بدل الحرب يرى محللون أنه أمر فرض على المجتمعين في القمة الطارئة باعتبار أن الانقلاب في النيجر تقاطعت أسبابه مع مطلب شعبي كالسيادة على الثروات والتخلص من الهيمنة الغربية وبالتالي فله حاضنة شعبية كما هو حال انقلاب مالي وبوركينافاسو وهذا ما أضيف إلى هذا العامل عامل ثقافي تاريخي فأحد أهم أعضاء التكتل وهي نيجيريا يتقاسم شعبها مع شعب النيجر الانتماء إلى قبيلة الهوسة أحد أهم القبائل الإفريقية ويمتد انتشارها من وسط نيجيريا جنوبا إلى النيجر شمالا وهو ما يعني أن الحرب إذا منتلعت فستجلد الجلاد والضحية معنا عوامل من ذمن أخرى قد تطفئ لهيب مقلات العالم وهي تسمية أخرى النيجر لحرارة تقسه وبالتالي تجنيب المنطقة وربما العالم ويلات حرب من أول تداعيتها هجرة غير مسبوقة عبر البوابتين الرئيسيتين للهجرة من الجنوب إلى الشمال وهما ليبيا والجزائر عوامل قد لا تصمد كثيرا أمام المصالح السياسية والاقتصادية لللاعبين الكبار في دول ساحل وغرب إفريقيا أكد الأعلام الرصبية الإيراني نقلا عن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن إيران أفرجت أمس عن أشخاص يحملون الجنسيتين الإيرانية والأمريكية بموجب صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن وقالت وكالة الأنبال الإيرانية بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه دولة ثالثة إنه سيتم الإفرج عن خمسة إيرانيين مزجونين في الولايات المتحدة ورفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى قطر أعلنت أوكرانيا عن ممر إنساني في البحر الأسود أمس الخميس يسمح بإبحار سفن الشحن المحاصرة في موانئها منذ الدلاع الحرب العام الماضي سينطبق الممر الإنساني في بادي الأمر على الأقل على سفن مثل الحاويات العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ فيفري من السنة الماضية والتي لم تكن مشمولة بالاتفاق الذي فتح الموانئ أمام شاحنات الحبوب العام الماضي نختم بهذا الخبر الرياضي حاجز بوكا جونيور الأرجنتيني مقعده في ربع نهاء كأس الليبرتادورس بعد الفوز بركلة ترجيح أربع مقابل أثنين على ضيفه ناسيونال الأوروبياني في إيابي ثمن نهاء الذي انتهى في وقته الأصلي والإضافي على تعادل بهدفين لمثلهما بوكا العائد بتعادل سلبي في مواجهة ذهب سيلاقي في ربع نهاء المسابقة الفائز من مواجهة مواطنه راسينك وأتليتيكو ناسيونال الكولومبي التي ستدور أو تدور الآن الآن إلى التذكير بالعنوي في اليوم الوطني للعلم رئيس الجمهورية يعلن الخامس عشر من سبتمبر القادم تاريخ انطلاق الاستشارة الوطنية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم تونس وليبيا تؤكدان خلوة المنطقة الحدودية من أي مهاجر غير نظمي بعد تكفولهما بإيواء مهاجرين علقين منذ فترة وقمة مجموعة كواس في أبوجة تؤكد تمسكها بالحل السلمي لأزمة نيجر مع الاحتفاظ بكافة الخيارات بما فيها التدخل العسكري في الختام ليلة طيبة للجميع كنوا بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر